سوف نتعرف معاً في هذا الدرس على كيفية التعامل مع أكثر من ملف في نفس الوقت داخل برنامج الأوتوكاد لأنه باستخدام هذه الميزة الجديدة أصبح نقل الأوبجيكتس بين الملفات وبعضها أكثر سهولة ويسر حيث إنه فيما مضى كان يجب علينا فتح أكثر من نافذة للأوتوكاد وكل نافذة تحتوي على ملف واحد وكان هذا يؤدي إلى استنزاف ذاكرة الكمبيوتر ولنرى كيف يمكن التعامل مع أكثر من ملف والتنقل بينهم نقوم بالضغط على الآيكون Open وذلك لفتح الملف First Floor Plan على Tab Model وبنفس الطريقة نقوم بفتح الملف DB underscore Sam على Tab Model أيضاً نقوم الآن بفتح القائمة Window فتظهر لنا أسماء الملفات التي قمنا بفتحها في آخر القائمة ولرؤية الملفات بجانب بعضها البعض نختار الأمر Tile Vertically فنرى الآن الملفات مرتبة ترتيباً رأسياً بجانب بعضها البعض وللتنقل بين هذه الملفات نضغط على الملف المطلوب بالماوس فيتم تغيير لون Tile Bar الخاص به إلى اللون الناشط نضغط على زر Maximize لتكبير نافذة الملف بحجم الشاشة ولرؤية الملف الثاني نضغط على المفتاحين Ctrl و Tab من لوحة المفاتيح فنرى أنه قد تم الانتقال إلى الملف الثاني ولإغلاق هذا الملف نذهب إلى القائمة Window ثم نختار منها الأمر Close فيتم إغلاق الملف أما إذا أردنا إغلاق كل الملفات مرة واحدة فإننا نذهب إلى القائمة Window ثم نختار الأمر Close All فيتم إغلاق كل الملفات المفتوحة ولكن بعد السؤال عن هل نرغب في حفظ التغييرات أم لا نضغط الزر No لإغلاق كل الملفات بدون حفظ أي من هذه التغييرات وهنا وقبل أن ننهي درسنا يجب أن نعرف أن الأوتوكاد يحتوي على System Variable يتحكم في إمكانية فتح أكثر من ملف وهو الVariable SDI ولنرى ذلك نقوم بفتح القائمة File ونختار اسم أول ملف موجود داخلها فيتم فتح هذا الملف نقوم بكتابة الأمر SDI داخل الCommand Window ثم نضغط Enter فنجد أن القيمة الحالية له هي صفر مما يعني أن الأوتوكاد حالياً يتعامل مع ملفات متعددة أو Multiple Document Environment , نقوم بتغيير هذه القيمة لتصبح واحد ثم نضغط Enter فنلاحظ أن زر الـ Close الخاص بالملف قد تم إيقاف عمله أو أصبح Disabled ومعنى ذلك أن الأوتوكاد سوف يتعامل مع ملف واحد لكل نافذة وقد نلجأ أحياناً إلى التعامل مع ملف واحد لأن بعض البرامج المصممة قديماً قد تتطلب التعامل مع بيئة الملف الواحد مع ملاحظة أنه لا يمكن تغيير قيمة هذا المتغير إذا كان هناك أكثر من ملف رسم مفتوحاً داخل نافذة الأوتوكاد فإذا قمنا الآن بفتح ملف آخر بنفس الطريقة من القائمة File فسنرى أن الأوتوكاد يسأل عن حفظ الملف الحالي أم لا وذلك لأنه سيقوم بإغلاقه نضغط على Cancel لإبقاء الملف الحالي مفتوحاً ولإرجاع قدرة الأوتوكاد على التعامل مع ملفات متعددة نذهب إلى القائمة Tools ثم نختار منها الأمر Options فتظهر لنا النافذة Options نضغط على Tab System ثم نقوم بإزالة العلامة من أمام الخيار Single Drawing Compatibility Mode ثم نضغط على الزر Apply ثم OK فنجد أن زر الـ Close قد تم تنشيطه مرة أخرى وهذه طريقة أخرى لتغيير قيمة المتغير SDI أما بالنسبة لكيفية نقل الأوبجيكت بين الملفات المتعددة فسوف نتعرف عليها لاحقاً وبهذا نكون قد انتهينا من شرح هذا الدرس ترجمة نانسي قنقر